السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة المعلم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى مجموعة من الأسرار والخصائص التي يجعلها الكثير مننا أول مشكل يطرق فيه مستعمل الواتساب هو المشكلة الداكرة كل مرة كي يجينا المشكلة أنه الداكرة ملوئة مشكلة السكش إذن ما علينا فعله هو أننا نمشيه هنا إتلوزازيون دوني استوكاج ندخل هنا ثم نمشيه نحاول نمشيه لهذه الخاصية ثم نحاول نديك وشيه هذه الفوتو أوديو وفيديو دوكيمو إلا درنا ليم كوشي بمعنى علمنا ليم كاملين كل مرة كي يجيشي ميساج كي يتلشارجيه أوتوماتيكم إذن نحاول أننا نديك وشيههم كانوا هما مكوشيين حاولوا نديك وشيههم ثم نخليه فقط أوديو ثم نديره أوكي نفس الشيء بالنسبة للويفي كذلك نرى نديك وشيههم إلا كانوا عندك مكوشيين كلهم بربعة وبيتي تحاول تحلل المشكلة هذا حاول تديك وشيهم مثلا ثم نضغط على أوكي إذن فبهذا الطريقة يمكن أن أتجاوز هذا المشكلة ديال ستوكاش خاصية مميزة أخرى في الواتساب هي خاصية إرسال الموقع الحالي لك لأصدقائك إذا كان مثلا هذا الأصدقاء ما تعرفوش لمكان ديالك فربما مثلا في بعض الأحيان تريد أن تلتقي بصديق معين ولكنه لا يعرف مكانك بالضبط فهنا الطريقة هي أننا نأتي إلى هذه الخاصية هذه نضغط ثم نذهب إلى لوكاليزاسيون ثم نضغط عليها ثم نحاول أن نرسل إليه موقعنا بالضبط فكما تلاحظون إذا أردت أن أرسل له هو موقعي الحالي بالضبط واضغط هنا ولكن إذا أردت مثلا إذا كنت أتحرك فأضغط على بمعنى إذا كنت أتحرك فأرسل إليه موقعي وكلما تحركت يتحرك كذلك الموقع حتى نلتقي أنا وإياه إذن هذه هي الخاصية الثانية التي أردت أن أتشاركها معكم بطبيعة الحال الخاصية الموالية التي أردت أن أتقاسمها معكم والتي تخفى على الكثير منا هي هذه الخاصية ديال الصوت هنا مثلا فبمجرد الضغط كما تلاحظون فإنه يقوم بالكتاب إذن كما تلاحظون بمجرد الكلام يكتب تلقائيا ثم نضغط هنا من أجل الخروج ثم إذا أردنا أن نرسل الرسالة معلنا إلى الضغط على أوكي وتذهب الرسالة بالنسبة لهذه الخاصية معها خصائص أخرى متعددة ومتنوعة فكما تلاحظون هنا مثلا إذن فهذه مجموعة من الملصقات التي يمكن أن أرسل منها ما أشاء وهي كثيرة ومتعددة يمكن أن أستعمل منها ما أشاء كذلك كما تلاحظون فهي كثيرة كثيرة وكثيرة جدا أختار منها ما يناسبني بحسب الوضع الذي أنا فيه فهي خصائص متنوعة كذلك هنا الصور المتحركة كذلك ثم كذلك هنا كما تلاحظون تعابي الوجه كذلك إذن أشياء كثيرة ومتنوعة يمكن أن أستعمل منها ما أشاء كما تلاحظون كما تلاحظون كذلك هنا كما تلاحظون أشياء متعددة كذلك سوربريز أشياء كثيرة وكثيرة جدا نسبة 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 الصور المتحركة كما تلاحظون فهي فهي كثيرة فهي كثيرة ومتعددة يمكن أن أحملها منها ما أشاء كما تلاحظون يمكن أن أشياء يمكن أن أشياء يمكن أن أستعملها على حسب الموقف كذلك هنا صور متعددة وكثيرة نستعمل منها ما نريد كما تلاحظون فهي أشياء كثيرة ومتعددة هنا في هذه الخاصية الرائعة وهذه الإضافة الرائعة كما تلاحظون لا حسب الحالة ذي الشخص فرحان أو حزين أو مندهيش أو على حسب الحالة للإنسان يمكن أن يجد له هنا ما يريد إذا كان خائف مثلا أو شيء من هذا القبيل فبطبيعة الحال حزين كذلك يمكن أن يختار ما يريد إذن بالنسبة لهذه الخاصائص الرائعة فبطبيعة الحال كما تلاحظون هنا الجي بمناع علامة جوجل إذن فهذه الإضافة هي تابعة لجوجل فكيفية الحصول عليها وبالذهاب إلى البلاي ستور ثم كتابة جي بيرد جي بيرد جي بيرد أو آ دي ثم نقوم بتحميل التطبيق وسوف نحصل على هذا المزايا الرائعة بطبيعة الحال خاصية أخرى أردت أنا تشارك معكم هي هذه الخاصية هنا كما تلاحظون بمعنى الزر من أجل إرسال الرسالة هنا يظهر عندي في الأسفل إذن سوف أريكم طريقة كذلك من أجل زيادة هذه الإضافة هنا في الأسفل إذن فمن أجل إضافة تلك الخاصية فما علينا إلا الدخول على ثم نذهب إلى ثم نفعل هذا الاختيار هنا بما نضيف هذه الخاصية إلى أسفل الكلاف بش نصف الرسالة من الأسفل دون الصعود إلى الأعلى إذن فكانت بعجال هذه الخصائص الرائعة التي أردت أن أتشارك معكم وأي أسرار لا يعلمها الجميع لا يعلمها كثير مننا